من المفرقات العجيبة أن الثورة تكون خلفية امتحة اجتماعية اليوم نلقاو التوجهات الليبرالية وللأسف كل القرارات التي اتخذت في مسنواب الشعب يعني إذا ترجعوا لكل القوانين ولمشاريع القوانين تغذب إلا مصالح فئات معينة على حساب عمو الشعب إذا نرجع لكل القوانين سوى قروض سوى ديول سوى بالنسبة للجباية سوى بالنسبة لكل المسال هناك توجهات وحتى توجهات قدمنا قراءة نقدية لميزانية 2016 للأسف الخلفية الاجتماعية غايبة في كل هذه التوجهات مصادقة للدستور في جانفي 2014 كنا نعتقدوا أن وضعية حقوق الإنسان تتحسن بطريقة ملحوظة في تونس خاصة أن الدستور هذية كانت فيها العديد من الفصول اللي يتأكد على حقوق الإنسان في معناها العام والإني ذخسال ولكن للأسف معناتها بعد تقريبا عامين على المصادقة على الدستور مزلت فيما العديد من الصغرات في القانون التونسي وعدم مطابقة ما بين القانون والدستور فما مثلا مزلت من أبسط الحقوق في تونس مزلت ماش مضمونة مثلا الحق في محامي منذ بداية فترة الاحتفاظ نعرف أنه انعدام الحق في محامي يخلي فما إمكانية تجاوزات كبيرة من قبل يعني أعوان الشرطة وهذه معناتها مش تهجم عليهم هو فقط يعني الواقع اللي نعيش فيه لاحظنا أيضا محاولة وضع اليد من قبل الحكومة التونسية على الإعلام التونسي من ذلك الإقالة غير المبررة رئيس المدير العام للتليفزيون وآخرها تعيين مسقط لمدير على رأس الإذاعة المصادرة إذاعة الزيتون كل هذه المؤشرات التي كنا انتقدناها ووزعنا بيانات حولها تؤشر إلى تزايد المخاوف في علاقة بالتشريعات التي تضمن حرية الصحافة والتعبير والتي سيتم تمريرها أمام مجلس النواب وأساسا القوانين الإطارية المتعلقة بالنفاذ إلى المعلومات حرية الصحافة والطباعة والنشر والمتعلق بالسمع البصري اليوم عنا أكثر من مئة ألف شاب ينقطعوا سنوين يغادروا تلقائين مقاعدة دراسة للكولاج والليسي اليوم الشباب هذو مال إنحضار انتحهم يأما من المناطق المهم شيء أو من الحياة الشعبية حول تونس العاصمة اليوم يأما بيئة ففورابل للكوريتومان بالنسبة للسالفيين أو مشروع مهاجر في إطار هجرة غير منظمة أو عندك الكميرس براليل أو عندك الانحراف أو الأخير الشبيب لكل كائن بطالة في القاوي في الحياة الشعبية وكذلك أول فرصة لها بشعرق أول مناسبة لها برح كيلو أنت على انعكاسات اليوم سياسات نهجرين سياسات أوروبية والانعكاسات العمليات الأخيرة الإرهابية اللي وقعت في باريس وراو الأوروبيين طبعوا بتشدين أكثر وفرون تاكست والمراقبة وكذا وكذا كلنا يعني لهم شيء يعني لهم حاجة بركة أول مناسبة لها بجعرق لأنه الواقع الاقتصاد والاجتماعي هو لا يدفع اليوم تشوفوا أنتم معا في جميع المستويات تغير موزين من قوة يعني في مستوى الإعلامي في مستوى المالي في المستوى السياسي في المستوى الثقافي في المستوى ورجوع في المستوى الأمني ورجوع يعني المكينة القديمة إلى جميع المجالات وجميع المستويات اليوم الحقوقيين أصبحوا في قفص الاتهام في مستوى الثقافتنا خطاب أصبح يتداولوا وسائل الإعلام يقولوا هذية شفناه بعد الهجمات الأخيرة معناتها أول يعني شيء قالوا في وسائل الإعلام هو أنه ما يزمناش نحترموا حقوق الإنسان ويزينا من الخطاب هذية بتاع الحقوقيين هما اليهزونا للهاوية بطبيعة معناتها أي واحد عنده شوية عقل ويتثبت من الكلام هذية يعرف أنه هذية خاطئ وأنه الحقوقيين معناتما هم عندهم مسؤولية في فشل الدولة في تصدي لدهارة الإرهاب بالنسبة لقانون مكافحة الإرهاب ويعني وضعية الطوارئ اللي نعيشوا فيها نحنا كمنظمة والعديد من المنظمات الأخرى رصدت بعض التجاوزات أثناء تطبيق هذه القوانين منها مثلا بعض التجاوزات ضد مواطنين يعني ما عندهمش انتماءات أو ما ينتميوش معناتها لمجموعات إرهابية والدليل على ذلك هو أنهم يتم إطلاق صراحهم بعد معناتها ما يتشدوا ولكن في الأثناء يتم تعريضهم للتعذيب وهذه معناتها فما حالات متعدة معناتها نحنا عنا كمنظمة فما كذلك اللي شفناها معناتها في الأمينة الأخيرة اللي هي مدهمات عشوائية على بعض المنازل وبعض الأحياء معناتها حي كامل معناتها تم مدهمته بسبب معناتها حسب تحت قانون الطوارئ وبسبب محاربة الإرهاب ولكن في الحقيقة المدهمات هذه تتم بطريقة عشوائية ما فيهاش معناتها احترام لأدنى القوانين والنسيقين بتاعها معناتها والناس اللي يتعرضوا للمدهمات هذه ما اعتقلون إلى أي مدى يحسوا بالظلم ويحسوا بمعناتها انتهاك لحقوقهم ويحدي بدى قاعد في داره معناتها مع مضي ساعتين التعليل ولا ريقد معناتها في فرشو يلقى روحهم محاصر بأعوان أمن كاكولي ومعناتها مشاهرين سلاح ضده قانون 52 يشكل بالنسبة لنا أخطر القوانين اليوم في تونس على الشباب التونسي وعلى شباب ذنبه الوحيد هو أنه يعني قام بتعاطي مخدرات خاصة المخدرات خفيفة كما يسميوها الزطلة معناتها هذه معناتها الشخص اللي تعاطي مخدرات ما زرش غيره ما قامش بمعناتها قتل أو نهب أو سرقة أو أي شيء معناتها يكون فيه مظر الغيره يمكن يزر في روحه ولكن في نهاية الأمر المجتمع معناتها ما وش خطر لم يشكل خطر على المجتمع تصعدت في السنة الأخيرة حملات أو الانتهاكات ضد الصحفيين خاصة على خلفية الحرب ضد الإرهاب وشاهدنا عشرات الاعتداءات الأمنية والعسكرية على الصحفيين كما تطورت منهجيات منع الصحفيين من وصول إلى المعلومة كل هذه المؤشرات تجعل حرية الصحافة في تونس وحرية تعبير في محك وقد تستعمل حرب على الإرهاب لإجهاض أي نفس تحرري كنا من نجم ناش نخلق نيزان قوى لتغيير الضعف في تونس الملف الاجتماعي هو لهز بن علي هذاء اللي مجموش يستوعبوه اليوم الناس اللي في السلطة وللأسف إنه ممكن أحنا خسرنا لحظات تاريخية بعد أربعة تجافي لأنه أمامه مازلنا في حالة تاريخية بعد أربعة تجافي كان وقتها فقدنا مسألة القيام بإصلاحات عند خلفية اجتماعية وإصلاحات ذات بعض اقتصادي اجتماعي خسرنا اللحظة تاريخية كيف وكذلك خسرنا اللحظة تاريخية من أجل عدلة انتقالية بعد أربعة تجافي وأحنا مطلوح علينا كمجتمع مدني وحتى مطلوح على أحزاب المعارضة يعني مراجعة اليوم قراءتنا مراجعة آليات عاملنا مراجعة فهمنا زاد في إطار الواقع الغير لأنه اليوم أن نقول لك بصدق بأنها الموازين قواقعة لتغير للفئات المعادة لمطالب الثورة وإشارات الثورة هذاء معنات اللي يحب اللي منظمات حقوق الإنسان ما تتأكد عليه واللي السلطات إلى حد اليوم زادت مفهمتش أنه هذية في صالحها هو أنه القانون أولا يحترم أنه إذا كان فما تجاوزات يتم رضعها بطريقة صارمة وأنه الأشخاص معناتها أو أعوان الأمن اللي هما مش لكلهم رأوا معناتها إذا ما ورش تهاجم مش لكلهم هما بطبيعة يقوموا بالتجاوزات ولكن فما جزء منهم يقوم بالتجاوزات حتى نحميه المؤسسة الأمنية يزمن الأشخاص اللي تقوم بالتجاوزات يكون فما مسائلة لها سواء كان مسائلة داخلية عن طريق تفاقدية وعن طريق بعض الإجراءات الداخلية أو عن طريق القضاء عندما تكون التجاوزات تجاوزات خطيرة كما التعذيب هذا معنتها شيء ما يجب أن نتسامحه معه وللأسف إلى حد الآن فما تبرير لهذه التجاوزات خاصة التعذيب فما ألاف شباب اللي اليوم مزلت في الحبوسات في تونس على أساس القانون هذي يعني فما بعض الفنانين معناتها المعروفين في تونس اللي تم القبض عليهم من أجل معناتها حسب على أساس قانون 52 القانون هذي يزمو يتبدل إلى حد الآن شفنا أنه كانت فما يعني وعود انتخابية حتى من قبل الرئيس الجمهورية الحالي بتغيير القانون ولكن إلى حد الآن ما شفناش تغيير القانون المشروع اللي قدمته ويزارة العدل كذلك فيه مزال يعني يزمو يتحسن لأنه أبقى على عقوبة السجن من أجل تعاطي المخدرات وهذه معناتها حسب رأينا ما يرتقيش للمطالب معناتها تعالى المجتمع المدني في تغيير هذا القانون بطريقة جذرية هو تقريبا عملية رصد الانتهاكات ضد الصحفيين ومراقبة الفضاء العام تقريبا الإحصائيات كانت متساوية ومتقاربة ومتجانسة طيلة السنوات الماضية وتقريبا كل الحكومات المتعاقبة استهدفت الأعلام التونسي ولكن رغم أن التقييم السوداوي لطيلة المراحل الماضية كان حقيقا سودويا بأتم معنى الكلمة ولكن مازالنا على قناعة أن ما تحقق من مكاسب ومفرضته الثورة التونسية من فرض ثقافة حرية التعبير وحرية الإعلام عند كل التونسيين تجعلنا نرى للمستقبل بكل أمل كما كرت النقابة أكثر من مرة هذا لن يمنعها أن تكون يدها مفتوحة أمام الدولة التونسية من أجل شراكة فعلية بين المجتمع المدني وخاصة النقابة الوطنية الصحفيين وكل الهيئات العمومية من أجل تركيز حرية الصحافة وحرية التعبير بشكل نهائي سواء على مستوى الممارسة أو على مستوى القوانين من أجل حماية الانتقال الديمقراطي ومن أجل دولة مدنية ديمقراطية ترجمة نانسي قنقر